كان هناك ممثل للكرة المصرية في الكوفيدرالية الأفريقية بعد خروج فيوتشر وهو نادي برامز اللي كان له قبل كده تواجد بشكل مهم جدا وصوله للنهائي وصوله قبل كده الدور قبل النهائي وأيضا الأدوار كانت متقدمة جدا في الكوفيدرالية لكن مبارح النهاردة خرج نادي برامز بعد طبعا الهزيمة من مارمو جلانتس الجنوب الأفريقي وهو واحد من الأندية اللي مش كبيرة في جنوب أفريقي أو لو تمثل طبعا سقل سانداونز أو بعض الأندية الموجودة كاجر شيفت أو بعض الأندية الموجودة في جنوب أفريقيا لكن أخرج نادي برامز النهاردة وكان حارة حزن كبيرة جدا على بعثة نادي برامز والقائمين على نادي برامز والجهاز القرى والمدير الفني النهاردة معنا نتاج مباراة اليوم في الكوفيدرالية الأفريقية أول مباراة مارمو جلانتس الجنوب الأفريقي فاز على برامز واحد سفر أسك مموزة الإفواري فاز على الاتحاد المنستيري التونسي 2-0 يانج أفريقنات التنزاني تعادل 0-0 مع ريفرز يونيتد نيجيري وما زالت مباراة الجيش الملكي المغربي مع التحاد العاصمة الجزائرية قائمة وإن شاء الله نوفيكم بنتيجة المباراة وبكده كنا نتمنى أن يكون هناك ممثل للقرى المصرية في الكوفيدرالية الأفريقية لكن تأتي الرياح بما لا تشتغل سفنه بالنسبة لنادي برامز هارد لك نادي برامز حاول ووصل لمرحلة أبعد بخطوة من نادي فيوتشر اللي كان برضو ماشي بشكل كويس جدا في أول مشاركة له في الكوفيدرالية الأفريقية لكن هي دي كرة القدم لو عملتش حسابك ولو ما عملتش أداء مميز جدا على أرضك ممكن تبقى القصة بالنسبة لك صعبة كان فيه حوار ساخن جدا مبارح ما بين كابتننا الكبير كابتن السيد والكابتن أحمد وضار على نتيجة مباراة أنادي الأهلي في القاهرة أو اختلافها في طريقة الأداء أو طريقة التاكتك أو طريقة الدفاعية أو في طريقة الهجومية وكان فيه نقص هجومي أو فيه طريقة كانت دفاعية أكتر لكن في المجمل الأهلي وصل للمحصلة اللي هو عيسى فازي اتنين وتعادل في الدور البيضة وكده وصل للدور قبل النائل عشان يلاعب التراجئ التنسي هي دي كورت القدم ودايما فيها المفاجآت الكبيرة اللي دايما بتحطنا دايما تحت ضغوط أو تحت أمور ممكن ما نحسبهاش وتبقى حسابتها صعبة بالنسبة لنا شوية كمان معنا مواجهات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية طبعا الفرق اللي بعد كده ولها أدوار بعد كده اللي جاية أكيد كنا نتمنى أن يكون لنا ممثل مصري في البطولة لكن خلاص هي دي كورت القدم معنا مارمو جلانس الجنوب الأفريقي هيلعب ينجي أفريكنز التنزاني وأسيك الإفواري هيلعب إلا الجيش المغربي أو اتحاد العاصمة الجزائري يعني أعتقد أن دي تبقى أمور بالنسبة لهم يعني ممكن يبقى ممثل للشمال المغربي بالصفة كبيرة زي ما هما دايما كانوا كام سنة اللي فاتت نهاد بركان وبعض الفرق اللي كانوا ممؤدين بأداء مميز جدا في الكونفدرالية الأفريقية يبقوا متوجدين بها معنا كمان إحسائيات بالمباراة مارمو جلانس وبيراميز النهاردة معنا أكيد يعني بعد هزيمة بيراميز بالنتيجة اليوم الأداء مش هو ده الأداء اللي كان على مستوى الحدث لأن طبعا مباراة أنا لنسا كنت أتكلم مع زملائي في الإعداد على نادي بيراميز تحديدا عنده سكواد من أفضل السكوادات الموجودة في الدولة المصري تتكلم بأمانة يعني عنده في كل مكان عنده وفرة عددية عنده في حراسة المرمى حراسة على عالمستوى عنده في الخط الدفاع في خط الوسط في خط الهجوم عنده دكة محترمة جدا ممكن يقدر في وقت من الأوقات يغير طريقة اللعبة عنده لعبة مهيوبة لعبة مميزة جدا عنده بلاد التورية عنده الكارتي عنده رمضان صبحي عبدالله سعيد طبعا ملعبش المباراة لأنه مصاب برضو كان ده تأثير واضح جدا في هذه المباراة لكن يظل برضو بيراميز من الأندية الكبيرة الأندية اللي لها شكل وأداء لكن ينقصها بعض الحظوظ وبعض التخطيط التخطيط من القبل الإدارة أو المدير الفني لو تكلمنا برضو أن بيراميز من الأندية الكبيرة اللي غيرت مديرين فنيين كتير في الفترة اللي فاتت يعني برضو نتذكرها بعد كده في إحصائية ونتكلم عليها وده برضو بيخلي اختلاف مدارس اللعبة تختلف من المدير فني لمدير فني